إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة هي صمام أمان وموطئ قدم مهم جدا في منطقة الشرق الأوسط إلى أي حد يمكن أن تصل الولايات المتحدة في حماية مصالحها مع إسرائيل إلى أي درجة يمكن أن تغير من وقائع معينة مثلا وحضرتك شاهدت على ذلك عندما غيرت من وقائع أسلحة الدمار الشامل عندما أرادت غزو العراق وقالت بأن هناك أسلحة دمار شامل ولم يكن هناك الولايات المتحدة الأمريكية سوف تجد وتكتشف بسرعة أن هذا الدعم غير المشروط لإسرائيل سوف يضر بالأمن الوطني الأمريكي نحن نرى تروباغاندا تنتشر الآن من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشأن حماس وبشأن طبيعة هذا النزاع ولكن العالم العربي والشرق الأوسط والعالم الإسلامي وبقية العالم يرون الحقيقة تماما كما رأى العالم أنه لا يوجد أسلحة دمار شامل في العراق رأى العالم أيضا أن إسرائيل وما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية هو كذب وهذا الحالة المؤسفة في المستشفيات على سبيل المثال والإدعاء بوجود حماس اكتشف أنه أمر خاطئ هذه بداية تكشف كل هذا الكذب فالولايات المتحدة الأمريكية سوف تكتشف وبدأت باكتشاف أن هذا الدعم غير المشروط لإسرائيل سوف يؤذي الولايات المتحدة الأمريكية وسوف نكون معزولين عن العالم عندما نحتاج للمساعدة في المستقبل لن نتلقاها هذا كله بسبب إسرائيل فأظن أنه في النهاية سوف نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبدأ بالضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه الأعمال في غزة وقد نبدأ بعملية الوصول إلى حل سلمي للشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي أيضا ربما حل الدولتين أو حل آخر شكرا لك